بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقال الفريق أول عبد المجيد سقر في تهنئته إن رجال القوات المسلحة يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطاء وتضحيات أبنائها وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطن عزيز لكل المصريين هذا وبعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة وبعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية